أبدأ الآن في خبر مهم جداً وهذا الخبر متعلق بقرار لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لقرة القدم قررت قبول التظلم المقدم من ناديي الأهلي والزمالك على العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق الخاصة بأحداث مباراة السوبر المصري الذي أقيم في الإمارات العربية المتحدة يوم 20 فبراير الماضي قررت اللجنة قبول الموضوع شكلاً أو قررت قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع قررت تعديل عقوبتين صادرتين بحق كل من لعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم قهربة ولعب نادي الزمالك إمام عشور تم تقليص العقوبة على كلا اللاعبين من الإيقاف حتى نهاية الموسم للاكتفاء بالإيقاف عشر مباريات لكل منهما خلال الفترة القادمة وتعديل العقوبة الصادرة بشأن إداري نادي الزمالك أحمد زاهر بجعل الإيقاف 12 مباراة فقط بدلاً من الإيقاف حتى نهاية الموسم مع تأييد كل القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق خلال الفترة اللي جاية وبالنسبة للتظلم المقدم من نادي الزمالك ضد قرار لجنة الاستئناف بتاريخ 26 فبراير الماضي فقد قررت لجنة الاستئناف قبوله شكلاً ورفضه موضوعاً بمعنى أن حتى هذه اللحظة قهربة وإمام عشور بنتكلم في الإيقاف أصبح عشر مباريات فقط أما بالنسبة للتظلمات المتقدمة من نادي الزمالك بخصوص العقوبات الأخرى تم رفضها وبالتالي ستسري كل العقوبات خلال الفترة اللي جاية بخلاف مباراة السوبر المتعلقة بمباراة 26 فبراير ده مباراة إيه يا جماعة؟ آه أوكي يبقى هي جلجنة الاستئناف ضمت الموضوعين مباراة السوبر ومباراة الزمالك اللي انسح فيها يوم 26 فبراير الماضي وبالتالي بالنسبة لمباراة السوبر احنا بنتكلم على قهربة وإمام عشور بدلا من إيقاف حتى نهاية الموسم بإيقاف عشر مباريات أما بالنسبة لانسحاب 26 فبراير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واخد القرار الرسمي أو واخد الجهة الرسمية وعدم أطان عليها بعد قرارات لجنة الاستناف خلال الفترة اللي جاية ده بالنسبة للقرارات داخل مصر بالنسبة للمرحلة اللي جاي